موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ في درسا جديد من دروس العلوم بعنوان ماذا يحدث حين تمضغ طعامك انظروا إلى هذه الصورة إنها فتاة جميلة ماذا تفعل؟ إنها تأكل التفاح أحسنتم إنها تأكل التفاح ها هي هنا أيضا مرة أخرى ماذا تفعل؟ إنها تأكل التفاح أحسنتم وبعدها بعدما تناولت التفاح ماذا حصل؟ دخل الطعام إلى جوف الفم إلى أين دخل الطعام؟ دخل الطعام إلى جوف الفم ماذا حدث لهذا الطعام الموجود داخل الفم؟ نعم تقوم الأسنان بسحق هذا الطعام وتقطيعه إلى قطع صغيرة جدا تحدثنا سابقا عن أن الطعام يوفر لجسمك الطاقة هل تذكرت ذلك؟ نعم هذه الطاقة لكي تكون داخل الجسم يجب عليك أن تقوم بتناول العديد من المأكولات المتنوعة ولكن عندما تأكل هذه المأكولات فسوف تدخل إلى فمك عن طريق الفم كما مر معنا سابقا تدخل عن طريق الفم وبعدها تبدأ الأسنان بسحق هذا الطعام وتفكيكه أي تقطيعه إلى قطع صغيرة وتبديل شكله تبدل شكل هذا الطعام وتفكك وتقطع إلى قطع صغيرة هذه عملية التفكك عملية تفكك الطعام ماذا تسمى؟ تسمى الهضم أحسنتم إذن يبدأ الهضم من هنا من تفكك الطعام عندما دخل الطعام إلى الفم وتفكك بدأ هنا الهضم أحسنتم إذن من أين يبدأ الهضم؟ يبدأ الهضم من الفم عندما تقوم بمضغ الطعام أحسنتم فالأسنان تفحق الطعام وبعدها يبلل اللعاب هذا الطعام لماذا؟ لماذا يبلل اللعاب الطعام؟ لماذا؟ أحسنتم لتسهيل عملية الهضم فهناك داخل الفم يكون موجود العديد من الغدل اللعابية التي تفرز اللعاب هذه اللعاب تختلط بالطعام وتقوم أحسنتم تقوم بتسريع عملية الهضم والابتلاع بشكل جيد أيضا يساعد اللسان بخلط الطعام هل جربتم ذلك مسبقا؟ يقوم لسانك بخلط الطعام إنه يقوم بخلط الطعام أثناء تفكيك له داخل الفم إذن بدأ الطعام عملية التبدل من أين؟ أحسنتم بدأت عملية التبدل من الفم هيا لننتقل الآن إلى مراجعة الدرس ما هو الهضم؟ ما هو الهضم؟ من أين تبدأ عملية الهضم؟ نعم الهضم هي عملية تفكك للطعام إذن الهضم هو عملية تفكك وتبدل الطعام ماذا يحدث للطعام عندما تنضغه؟ جرب فعليا أن تتناول تفاحة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فمك وأسنانك عندما تقوم بتناول تفاحة؟ أحسنتم إنه يقوم بتقطيع هذا الطعام إلى قطع صغيرة جداً يسحقها إلى قطع صغيرة بواسطة الأسنان السؤال الثالث أذكر كيف يساعد المضغ واللعاب على الهضم؟ يساعد المضغ على الهضم من خلال تقطيع الأسنان للطعام أما اللعاب فهو يبلل الطعام يبلل الطعام لكي يتم تسريع لعملية الهضم داخل الفم هذا كان واجبنا لهذا اليوم شكراً لكم أعزاء التلاميذ وشكراً لحسن استماعكم ودمتم بأمان الله شكراً لكم